وصلنا دلوقتي لفقرة حائط صد الحقيقة أنا كنت حاجب يعني كنت حستقبل ضيفي في هذه الفقرة ولكن قلت لازم أتكلم في هذا الموضوع لأنه موضوع غريب جدا الحقيقة بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الأهلوية هل هناك حملة معمولة في السوشيال ميديا على كهرباء تحديدا خلال الساعات اللي فاتت؟ أنا أكاد أجزم أن هناك حملة واضحة وصريحة ضد كهرباء خلال الأيام السابقة وهي طبعا معروفة من بعض من لا يشجع نادي الأهل ناس بتحاول أنها تزيف الكلام والحقائق والحقيقة بتقول كلام كله كذب وافتراء أن كهرباء بيمشي كلامه على النادي الأهلي وكهرباء محدش يقدر يكلمه وكلام غريب من هذا القبيل الكلام اللي بيتقال يا جماعة هو كلام لا يحدث داخل النادي الأهلي ما بيحصلش في النادي الأهلي ولا عمره حصل ولا بيحصل ولا حيحصل لو حد شاف أن الكلام ده حصل فهو دي بالنسبة له أنا باعتبرها تهيئات لأنه كهرباء قدم تضحيات كثيرة جدا خلال الفترات السابقة عشان يكون موجود في النادي الأهلي كهرباء له بصمات واضحة مع الفريق منذ انضمامه لنادي الأهلي في الأساس لما تيجي تبص على أساس كهرباء هتجد أن أساس كهرباء هو أحد أبناء النادي الأهلي ومتربي في قطاع الناشئين اللي طرد البعض اللي بالكم يعني عارف كويس جدا مبادئ وأساسيات النادي الأهلي ولكن وهو نفس الشخص يعني لعب سابق تكلم على حسين الشحات ويقول لك لعب محلي وما يصحش أنه ينضم للمنتخب والكلام اللي حضراتك عارفينه ده كل الكلام ده حصل الساعات القليلة اللي فاتت دي وده يمكن بيأكد كلامي اللي أنا قلته لحضراتكم من أسبوع ومبارح وأول وحقوله بكرة كلما تقترب من مباراة نهائي الكاس هتجد مثل هؤلاء البلاش مثل هؤلاء الأشخاص أنا لن أعتبرهم بينتموا للوسط الرياضي لأن الوسط الرياضي في حالة تصالح مع النفس واضحة جدا إذا كان هناك انتقادات بيتم عايز تنتقد انتقد قولي لانت عايزه أعمل لانت عايزه حدش بيقولك لا أبدا ولا حد حيعترض على كلامك ولكن هجوم وتشويه في لعبة النادي الأهلي بشكل مستمر خلي بالك ويقولك إيه كهربا صلو رجع ومشى كلامه عن نادي الأهلي يا بكباتن أو بلاش يا بكباتن لأنه الحقيقة كلمة كابتن كلمة كبيرة جدا ومن المفترض أن أي حد بيتقال له يا كابتن يبقى مثل أعلى لكثير من الشباب الصغير ولكن مثل هؤلاء الأشخاص الحقيقة مثال سيء مثال سيء للشباب الصغير لما يسمعوا مثل هذا الكلام هتقولي انت بترد عليه ليه حرد عليه وعلى غيره ولو حد قال غير كده حرد لأنه كلام غير حقيقي احنا هنا عارفين وراصدين كل حاجة وجمهور النادي الأهلي واعي وفاهم لكل اللي بيحصل خدوا بالكم اوعى تلعب على لا جمهور النادي الأهلي عارف كل حاجة وواعي لكل حاجة كهربا قال أنا هروح مش هسافر مديامة أو من وجهة نظره قال كده كان استبعاده فنيا بناءا على كلام كابتن خالد بيبو ومستر مرسيل كولر في المؤتمرات الصحفية السابقة طيب يعني ايه لعيب رقم واحد ويبعد لو حضراتكو بتسمعوا أو بتتفرجوا على البيت الكبير دايما انا هنا بتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الأهلي لو تفرجوا على البيت الكبير هتلاقولي بقول نفس الكلام اللي هو ايه ان اي لعيب فيه لعيب رقم واحد ورعيب رقم اثنين ورعيب رقم تلاتة دايما معروفة في العالم كله مش في النادي الأهلي في العالم كله كل مدرس ولا هو مدرسته ان اللعيب رقم واحد لما بيبعد لازم يدوس على نفسه دي معروفة العالم كله بيتكلم فيها مش كولر العالم كله اي لعيب كده لازم تدوس على نفسك أكتر من الأول علشان ترجع نمرة واحد لأن نمرة اثنين بقى نمرة واحد ونمرة تلاتة بقى نمرة اثنين ونمرة واحد بقى نمرة تلاتة انا مش بتكلم عن الكهرباء انا بتكلم بشكل عام فدايما اللي بيلعب ماتشات أكتر وبيبعد وبعدين عايز يرجع بيبزل من المفترض أنه هو يبزل مجهود أكتر خلال الفترة اللي جاي قد تجد أن من وجهة نظر مارسيل كولر لما اتكلم وده قاله كابتن عدل طعيمة مبارح أنه كهرباء هو بيعمل على تحفيز كهرباء بأنه هو يقول أنه هو رقم 3 وقد تجد أنه هو بالفعل رقم 3 هي مدارس مين اللي شايف المدرسة ومين اللي بيقول أنه هيبقى من 3 ل 2 ل 1 مرة تانية ولا أنا ولا حضراتكم ولا بعد من لا يشجع النادي الأحلي هو مارسيل كولر فقط يرى هو بيبص في التمرين كويس جدا وخلي بالكو هذا الرجل بياخد بالتمرين يعني ايه يعني في بعض المدربين موسيماني عنده 11-12 لعيب بيعد يعني يلعب بيهم يلعبهم على طول بيتمرن كويس ما بيتمرنش كويس هو بيأثق فيها أولئي اللعبين دي مدرسة وشغالة كويس جدا ولكن في مدرسة تانية تقولك أنه لا التمرين فأنا عود أتفرج على التمرين ألاقي إسلام كويس النهاردة ألعبه لأن أنا بسق في الثلاثين ولا الخمسة وتلاثين لعب اللي موجودين وأكبر دليل على كده شوفنا كريم فؤاد في البداية قبل إصابته بالصليبي كان بيلعب باكرايت حطه في الوينجرايت لأنه هو شايفه في التمرين كويس شايف أحمد حسن كوكا أحمد نبيل كوكا كويس فبيلعب كوكا في وقت ما كانش فيه حد ولد صغير طالع هو شايفه في التمرينه كويس وبيموت نفسه بيغل وبيعمل أم يلعبه نفس الكلام كهرباء كان قاعد ست سبع شهور ما بيلعبش جاه الراجل شافه بيتمرين كويس لعبه كسبه ماتشات كتيرة ولسه هيكسبك الماتشات اللي جاي فخلي بالكو هي مدارس فاقوا تصدقوا مثل هذه الكلمات الغير صحيحة والكاذبة والظالمة فحق كهرباء في وقت من المفترض أن كلنا نقف مش مع كهرباء احنا بنقفش معك حد ما بنقفش مع اللاعب احنا بنقف مع النادي الأهلي احنا كجمهور يعني بنقف مع النادي الأهلي مع لعبت النادي الأهلي في ظل أن هم عندهم مباراة مهمة جدا 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 يوم الجمعة أنا من وجهة نظري يلعب اللي يلعب أي 11 يلعب كل جمهور النادي الأهلي حيبقى وراء ال 11 اللي موجودين وده أنا متأكد منه وعارف حتى لو كان هناك بعض الانتقادات لكن في الآخر احنا وراء ال 11 اللي حيلعبه وال 5 تغييرات اللي حيغيرهم مستر مارسل كورن عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونستطيع ان شاء الله أن نفوز في هذه المباراة وصلنا دلوقتي لفقرة أخبارنا أخبار البيت الكبير هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل نستقبل مدرب منتخب مصر 2009 النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد